طبيعة الحال أعتقد أن هذه أمور ومؤشيرات التي جعلت الكرة المصرية والكرة الجزائرية تتجانس وتتجابت خاصة وأصبحنا حتى في الإعلام لما تشوف تصريحات أبو تريكا بين قوسين كيف يمدح في الجزائر وكيف يمدح في محرز ما إلا دليل على أن المصريين انتهى الأمر والذي راح مات وانتهى أعتقد أن الآن فريقين الجزائر والمصر هما فريقين قويين فريقين أصحاب بطولات ويكفي أن المنتخب الجزائري لم ينهازم في 33 مباراة وهذا يعطي مؤشر أن المنتخب الجزائر أصبح في الساحة الإفريقية والعربية لتمستوى كبير كذلك المنتخب المصري بألقابه الإفريقية العديدة يعني كله يؤشر أن هذه المباراة تكون قوية خاصة أنها أتت في آخر جولة والفريقين متأهلان صحيح لأن الكل يتكلم من يأخذ ريادة فهذه كرة قدم تتلعب على أرضية الميدان والقوام الفنية والبدانية والذهنية هي التي تكون المصري الأول الأمنية أن الجماهير تساند كل جمهور يساند فريقه في حبية في أخوية وفي إطار الروح الرياضية لإعطاء للعبين الذين هم في مصرح المباراة تقديم كل ما لديهم في هذه المباراة ولما لا يمتعن بأهداف عديدة وكذلك شوق في هذه المباراة فأعتقد أن منتخب مصر وجزائر لديهم حضوب للوصول إلى أقصى درجة في هذه البطول ترجمة نانسي قنقر